الحمد لله هنا القدس وهذا نداء العيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وفي تهليلهم يكمن الوعيد هنا تمتزج المشاعر بين فرحة عيد ودفاع عن الأقصى هنا القدس باب السماء ومصر الرسول أما هؤلاء فهم فرحون بعد أن قدموا شهداء لإجل الأقصى وقد تعطيهم القدس فخرا وابتسامة في وجه العنف الإسرائيلية أما الحقيقة الكاملة فقد بدأت هنا في حي الشيخ جراح بدأت وبدأت معها قصة قافلة الشهداء عشرات من الأطفال والنساء والشيوخ ومئات الجرحة تقدم حماس وفصائل مقاومة في القطاع مفاجآة جديدة هي الأولى من نوعها أولها إطلاقوا أكثر من 1600 صاروخ في أربعة أيام ما جعلها العملية الأكبر على تل أبيب ومستوطنة غلاف غزة ولأول مرة تستخدم الفصائل فيها صاروخ عياش الأطول مدى حيث وصل إلى مطار رامون البديل عن بنغوريون الذين غلقتهم السلطات الإسرائيلية بعد قصفهما بصواريخ قوية عياش الصاروخ الذي أنطق الشهيد المهندس يحي عياش من جديد فحول المشهد في غزة إلى توزيع الحلوى فرحا بإنجاز عسكري جديد في الداخل المحتل ومناطق 48 ولأول مرة انتفاضة واسعة للمستوطنين بعد أن حطموا بيوت العرب بدعم من الشرطة الإسرائيلية تتحدث المصادر الاقتصادية في الدولة العبرية عن خسارة وصلت حتى الآن إلى أكثر من 160 مليون دولار ما يضع الكفة في ميزان الخسارات التي قد ترفع مؤشر التصعيد أو قبول شروط الفصائل في غزة ساعات وأيام عصيبة يعيشها الفلسطينيون والعالم يوحد الصوت في نصرة قضية لا تموت لأنهم يقولون أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة